القضية بالدليل والبرهان القضية موضوع مطروح للبحث والدرس للتحقيق والتدقيق القضية هل لنا الآن أن نقرأ التاريخ ونحاكم التاريخ بمنطق القرن الـ 21؟ لا مستحيل طبعا هناك ما يسمى بمركزية الزمن كل حدث تاريخ لابد أن يوضع في سياق الزمن لكن ألا توجد سياسة عامة تجمع الفتوحات الإسلامية في كافة الأقطار التي تفتتحت إسلاميا؟ لا ملع من دراسة الفتوحات الإسلامية بمراحلها المختلفة ولابد من التأكيد أن لكل مرحلة ظروفها وملباساتها وحيسياتها ودوافعها وعواملها ألا يعتبر هذا تشتت كما يقال آفة العلم التشغيل؟ لا 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 نحن هنا ندرس الفتوحات بشكل رأسي وتعمق في الموضوع بدءا من بدايتها إلى نهايتها ما رأيك كمؤرخ نظرة حيادية لمن مثلا يقول أن الفتوحات الإسلامية إيجابية على طول الخط أو فيها بعض السلبيات تشبع بعض الموضوع؟ لا لا غير صحيح طبعا نحن نرفض الدكتور محمد ما يسمى بي الأحكام المسبقة أو القراءات المؤدلجة لابد من إخضاع الموضوع للبحث الدقيق من خلال منطق الموضوعية والإنصاف والحيادية هل دراسة التاريخ منوكة نظر حضرسك دراسة شخصية أم تعتمد على مصادر ومراجع؟ لا ليس هناك مؤرخ يأتي من بنات أفكاره المؤرخ لابد أن تكون له مصادر يستقم منها معلومات وإلا لا يعد مؤرخا وفي النهاية ترجحون بعض الروايات الصحيحة بناء على الروايات والمعطيات التي تقدمها المصادر يمكن أن نرجحها لكن طبعا في النهاية القول القطع في الحقائق التاريخية يعد أمرا صعبا إلا أن يكون مستحيلا يأتيكم في الأوقات التالية ترجمة نانسي قنقر